موسيقى باك و بايسپس الضهر والبيسپس كيف نعمل العضلات لحقوني بالتمرينة لنشعر بعض الوضع الباندد اكسترن الروتاشن بالترنيتين جريب هي اول حركة وورم اب بهنهار لاحظوا شو عم بعمل كل ايد عم تكون واحدة سابتة واحدة عم تتحرك تبع الكتف من ميلة وراء لنفعلها وبتاني حركة هي الباندد الاستيك ستابلتي موف لاحظوا كيف عم بفتح الوضع وبخلي القلبه مضبوب بخلي الكوع مضبوب لجوه بفتح بس المعصم وبطلع قدمة فيني طول ما الكتف راكب محله بحس بالعضلات من ميلة وراء كلها طبيعي اذا حدا مسكرين كتافه ايدي اول فترة بعدين شوية شوية بصير تفتح مرة وراء مرة لنفعلها ستيك سكابولا كونتراكشن هايدي الحركة بكون عم شغل فيها روينبويد او الميدل باك هالعضلات الممكن تكون كتير رخوة من ورا الاعدات قدام الكمبيوتر او السواقة او التليفون كتير بتشتغل بها الحركة لاحظوا كيف عم شد الستيك او الخشبة الى ميلة تحت هايك بينزلوا كتافة للمكسيموم بتثبت السكابولا او عدمات الرفش بيركبوا محلهم وبشد كتافة ع بعضهم بعدين بس كون شديتهم بعلي شوية ايدي لأعصر العضلة على الاخير هايك بكون عم شغل روينبويد مسل وباللاينج ستيك بكون عم شغل عضلات الكتف من ورا عم شغل وعم علم السكابولا تشتغل بطريقة صحيحة وعم حضرها لشغل بتمرين قوي وبطريقة امنة لاحظوا كيف عم علة ايدي وبعلي الخشبة وبرجعها ولا الراسة ما تنغشوا مبينة كتير عضلة هينة وحركة هينة بس اذا عملتوها ممكن تحسوها صعبة اول فترة بس بعدين بتتعوضوا عليها وبهايدي الفرشن من الـ عم بعمل Oblique Lateral Squeeze Lower Trapezes هايدي الفرشن بتشغلي عضلات التراباز الواطية هايدي العضلات كتير مهمة يحس فيها من نص دهري لما تنزول شوية صغيرة اوطى من نص دهري هيك بس يقوه هول عضلات بيرتاحوا العضلات المشنجين بالرقبة لانه هالعضلات هنة الانتاجونست طبع عضلات الرقبة الفقنية كلمة هول يقوه كلمة العضلات الرقبة ترخي ومن ترتاح الرقبة وصير في برم دم ودورة دموية انشط على الراس وعلى الرقبة بها الحركة في عم بعمل 2 in 1 اول حركة هي الباند بولا بارتس للسيراتوس انتيريور ما بكون عم سكر كتافة عبعضهم ما ميلت وراء وبفتح الايدان للمكسيموم ومع دغري الريباتيشن اللي بعدها بكون عم بعمل شولدر ديس لوكيشن عم بطلع ورا الراس بالالاستيجبان ونزله لتحت بس بلا ما خلي الكتف يعلى من محله انتبعوا على النقطة بهالطريقة بكون عم بفتح عضلات الصدر عم شغل عضلات الراينبويد عم شغل عضلات السيراتوس انتيريور اللي هني مسؤولين عن تثبيت عدمات الرفش على سنسليت الظهر وعلى الضلوع سنسليت الظهر اللي حواليها بها الطريقة اكون عم حمي كل العضلات الصغيرة المسؤولة عن تثبيت الكتف وبمشي بثبات وبأمان الباربرروز واحدة من اهم واقوى عضلات الباك بتسمك لنا عضلات الظهر بس انتبعوا على النقطة اول بارت منا هي دادلفت ما نكون عنا هيب هنج صحيحة ما نرجع الخسر مظبوط تبا نحط ضغط على الفقرات السفلية تبع سنسليت الظهر وبطلع وبعصر عضلات الظهر يقدم فيني اهم شي كون عم شغل الظهر فيها مش عم شغل ايدي انتبعوا على النقطة انا بدي صيب عضلات الظهر بالدرجة الاولى لاحظوا بطلع بالباربل بعصر اكتافي على بعضهم من مينة ورا بحس بعضلات اللاتس مع الميدل باك مع كل الباك موسلز وبرخي شوي شوي بفتحهم عمية مهلة الايسانتريك بارت بتربي لنا عضل مثله مثل الكونسانتريك بارت هايز هاي دي الحركة كتير بحبه انا بتنمي لي هالعضل وبيها البلان وبيها الفيز بالتحديد مركز عليها كرميل تسمك عضلات الظهر لنفعلها انا بعمل انا بعمل بعد حركة الباربرروز بس بكونت تعملوه اهم نقطة ان كنت تركزه على كتف كون قبل ما تطلعوا بالبول يعني اذا كان الكتف عالي وعم نشد بالبول ممكن نعرض رقبتنا لاصابة ويدينا لاصابة وكواعنا لاصابة ما ننتبه مننزل الكتف محله بالدرجة الاولى منثبته بعدين منطلع بالبول حيلا حدا عم يعملها بطريقة خاطئة الى هالحركة ينتبه لانه ممكن تعرضنا لاصابة على المدى الطويل سيتد كابل روز لاحظوا على عضلات الظهر عم بفتحهم عم بنزل شوي مع على اعمل سراتشينج للاتس بس بدي انتبه على توراسيك اكستنشن بضلة دايما عالية بديكون الصدر دايما عالي لو عم تبلأ قدام بديكون سنسليد الظهر بدي تضله باجلس وضعية ممكنة بفتح عضلات الظهر وهالكلوس جريب هي مسؤولة عن تمرين كل الالياف طبع عضلة الظهر الجانبية مع الالياف طبع عضلة الظهر النصانية تشتغل الظهر بطريقة كتير فعالة وينمو عضلات الظهر ما تنسوا انه هايدي الحركة كتير قوية بس لازم يكون الغزا معها قوي كرميل نقدر نعمل ريكوفري ونجي الجمعة اللي بعدها بقوة احسن من الجمعة اللي قطعت ستيف ارم بولداون بكون عم صيب عضلات اللات عضلات الظهر الجانبية بلاس عضلات السيراتوس انتيرير يعني هني مسؤولين عن تسبيتي تسبيت الاوموبلات او السكابولا او بالعربي عضمة الرفش تتثبت اكتر على ضلوع الظهر من الميلي الخلفية ونحس بالعضلات اللي تحت الباط كلها عم تشتغل بها الحركة احساس كتير حلو نحس بالبومب نحس بالدم عم يشتغل لاحظوا طريقة التنفيذة للحركة قدم فيني بجلس كواعي بمد الاكس لقدام بعملهم البروتراكشن وبنزل لميلي التحت بحس العضلات عم يحرقوا بطلع قدم فيني على مهلة كمانا لصيبهم اكتر واكتر وخليوني يتقدموا تمرين النحت والاستاتيكس والجمال عملية تركيز من انسيب كل عضلة بعضلتها براسنا تنقدر نسيطر نحن على الوزن مش الوزن يسيطر علينا هنا تفرق انتبهوا على النقطة ما بيهمني نحط وزن تنقسر بالشباب والصبايا اللي حولينا بيهمني يحط وزن قدر نسيب فيها العضلة وقسر بالعضلة اللي عم جرد مرنا وانجو يوردي سي اكي دمبرروز اللي امتبعني على الوان ار دمبرروز اللي امتبعني على السوشال ميديا وبيعرف انه اعطيت مرة نصيحة انه ما تحطه اجر على البنش واجر تحت لانه بتعرضه الغشاء تبع الافتاء للتمزق وهيدي وضعية مانا صحيحة مش هناك انا اليوم عم بعملها عم حط اجريحة بعضهم تأحمي الغشاء تبع الافتاء وما اتعرض لعاصابة الايد ما بتأسير ايد بنلقيها قدام ومنطلع ومنعصر عضلات الظهر ونحس فيهم اهم نقطة هي انو نحس بعضلات الظهر ودايما نخله ثوراسيك سباين عالي يعني ما تطبه كتير لقدام وايلا ببطلوا تنموا وتحسوا بعضلات الظهر بكامل الفايبرز تبعا لانه ممكن اذا ما حسينا فيها بطريقة كاملة ينمى قسم وقسم تاني ما ينمى واذا بالمستقبل طلعتوا ممكن ما يبين عضلكم بطريقة مظبوطة لانه ما كان تمرينكم عم يسيب كل العضلة وحالة حدا حتى ما بدوا يطلع لازم ينتبه على النقطة لينمى العضل بطريقة كاملة وما يضل في صغرات ممكن نسببله بإصابات على المدى الطويل كلنا منحب نعمل بايسيبس بس انتبهوا اذا الكتف طلع من محله وعم نعمل بايسيبس بينمى البايسيبس بس بينمى الكتف برات محله اذا نمى الكتف برات محله ما نرجع نتعذب لنرد الكتف ونعلمه يكون محله لانه لعضلة البايسيبس نميت وقصره التندنس تبعه وسحبه الكتف للميل الإدمانية مش انهيك تنفيذ طريقة البايسيبس نيوم الكيرل بده تكون بذكى وبتقنية عالية مش مهم نتقل وزن المهم نركز على نوعية الحركة هيك بيكون الكتف محله ببرم بالمعصم وبشد البايسيبس بس مأمن الكتف محله ما تنسوا في عندي رأس من روس عضلات البايسيبس موصول بسكابولا او بزي ما نحكي بالعربي بعضمات الرفش بدي سبت عضمات الرفش بالأول بشدة لورة ولتحت بتثبت محله وبطلع بالبايسيبس هيك بينما العضل هو والمفصل راكب محله 100% وما بواجه مشاكل على المدى الطويل الالترنيتينج كيبل كيرز لاحظوا شو عم يصير مجرد محطات البايسيبس وكوعي بها الوضعية عم بعمل تبع البايسيبس اكتر واكتر وبها الطريقة بينما البايسيبس اكتر لانه الكوع ورا عم يعمله ومنلاقي شكل البايسيبس عم يتحسن اكتر واكتر مع الوقت انا اليوم بتمرين البايسيبس بفضل استعمل كذا حركة وكذا انجل لينما البايسيبس بطريقة متكاملة ومتناسئة مع كل الجسم بايسيبس 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 اهم شيء كما قلتلكون وضعية السكابولة دايماً تضلها محلها الكتف يضل محله ما تقربوا كتف تكون لقدام كرميلت كاملو السات النوعية فوق الكمية الـ HIIT كتير بحب قطع HIIT انا بهالبلان مثلاً بهالفاز عندي ثلاث مرات HIIT ومرتين LISS HIIT هي High Intensity Interval Training بعملها على عشر دفعات او عشر رقديت بهذا البلان بكل رقدي بعمل sprint بقدمة فيني من القوة على مدة 30 ثانية برجع بمشي على مدة 30 ثانية اكيد قبل ما بلش بهالعشر رقديت بدي يكون على قليلة ماشي ماشي سريع على مدة دقيقتان تا يحموا المفاصيل وبلش فيها فويدة انه بتخسر كتير دهون وبتحافظ على العضل هاي دي الـ HIIT فينا نعملها على التردمل فينا نعملها على الـ المهم نروح High Intensity على 30 ثانية ونرجع نتخفيف على 30 ثانية اكيدة اليوم بالفايزز طبعي وبالبلانز اللي عم بعطيهم لتلميذة بتلاعب بالاوقات بطريقة بتنسبن وتعملن شوق للجسم اللي يضل الجسم يتجاوب ويعمل باستخفيف 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 باستخفيف